اهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بديه في النهاردة وديه بحضراتكم في المحترف النقد الرياضي سعيد علي عشان نتكلم معاه بالرؤية التحليلية المميزة لطبعا دوري أبطال أوروبا وكمان على مستوى البريميال ليج سعيد مساء الخير عليك منورنا مساء الخير عليك كابتناني وأهلا مع حضرتك أخبارك إيه؟ الحمد لله كابتن طبعا عندنا يعني مباريات قوية جدا جدا على مستوى دوري أبطال أوروبا إن شاء الله بكرة وبعده لكن قبل أن نتكلم عليهم عايزك تقول لي رؤيتك إيه للأربع مباريات اللي فاته الأسبوع اللي فات كان فيه مباريات قوية جدا 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 أعرف برضو يعني رؤيتك إيه للمباريات اللي فاته يعني نقدر نقول بشكل عام أن المباراة الأسبوع الماضي كانت هي المباراة الأقوى أو اللي كان فيها تنفسية أكبر كنا منتظرين منتظرينها بشكل جماهيري أكبر باريس هنجل مان أقدم واحدة من أفضل مبارياته طوال هذا الموسم سواء على المستوى التكتيكي ومستوى الجماعية وحتى على مستوى الأفراد شوفنا مباراة أفضل بكتير جدا لميسي وشوفنا مباراة أفضل لمبابي كان غريب جدا جدا الاستسلام الكامل لريال مدريد وده مش متعودين على ريال مدريد بالشكل ده بصراحة وبالتأكيد احنا يعني كان متوقع أن ريال مدريد مش هيندفع مش ههاجم لكن فكرة غياب التحول كليا وعدم تنظيم أي هجمة مشوفناش لريال مدريد حجمة منظمة مشوفناش قدرة على الاختراك مشوفناش صناعة فرص يمكن بوكتينيو قدم درس تكتيكي عظيم جدا يخلينا نقول أن التقارير اللي بتتكلم النهاردة في الصحافة الإنجليزية على أن العيب منشستر يونيتد بيطالبوا أن يكون مديرهم الفني المسلم المقبل أمر وقع جدا لأنه فعليا رجل دماغه عالية جدا والتكتيك بيفاجئ نبيه في المباراة الكبيرة بالتحديد فقدم جيم عالي جدا بيقول أن باريس سانجلمان هو الطرف الأقوى مش بس الطرف الأقوى أمام مدريد لكنه واحد من أقوى الأطراف القادرة على التنافس حتى اللحظة الأخيرة في دور أبطال أوروبا هذا الموسم وبنشوف أن نحن هنكون أمام مباراة صعبة جدا جدا في السانتياجو لليال مدريد بالتحديد لأنه مطالب باستبدال الفلسفة الانتهاجة كليا في باريس وبالتالي هتظهر مساحات أكتر وبالتالي قدرة باريس على إيجاد الفرص وإيجاد المساحات هتكون أعلى وهنا هتكون فرص باريس للتسجيل أكبر لكن ده هتوقف على إيه هل هو هيراهن على نفس السلاسي في غياب نمار أو جلوس نمار بديل ولا على اعتماد على نمار أنا في اعتقادي أن ملعب واحد لا يحتمل نمار وميسي مثلما أرى أيضا أن ملعب واحد لا يحتمل برونو فرناندس ورونالدو في بعض اللاعبين ما يقدروش يلحب مع بعض لأنك كسورهم في الأدوار الدفاعية بيأثر على الشكل ده صحيح ده على مستوى طبعا بي اس جي والريال مدريد لكن كمان كان خلينا سريعا قبل ما نخش على جولات جولات بكرة وبعده المفاجأة اللي حصلت البايرن والتعادل تعادل أمام طبعا لايب سالس بورج النمسا وشفته إزاي سريعا بشوف أن بايرن ميونيخ بيمر بفترة تزبزب في المستوى مش في أفضل حالاته وده طبيعي جدا بعد أن تصل لقمة أعطائك وقمة أداك أن ده بتعيشه بفترات معينة لكن متوقع جدا أن بايرن في القيابة هيقدم مباراة قوية والتعصر ده أو ربما الناس التفتت أن بايرن لم يقعد بنفس القوة ده يفيده لأنه هيزيل من عليه الضغوط في وقت أليفة الخيرة فأنا أتوقع أن بايرن في أدوار أخرى هنشوف أشرس وأقوى وسيظل منافس على البطول أكيد طيب تعالوا مع حضراتكم نشوف جولات الغد ويوم الأربع إن شاء الله من بطولة أبطال أوروبا طبعا في أربع مباريات طبعا بايريال أمام ليفنتوس وتشيلسي أمام ليل بنفيكة أمام آيكس وأتليتكو مدريد أمام المان يونايتد عايز أتكلم معاك على تشيلسي وخاصة تشيلسي طبعا صاحب أو بطل النسخة السابقة أمام ليل ليل بطل الدوري الفرنسي السنة اللي فاتت ولكن يعني في المركز الحداشر في الدوري الفرنسي شايف المباراة زي أنا بشوف أن فيه بالتأكيد زي ما حدودك زكارتا كابتن هاني فجوة في المستويات ما بين ليل وتشيلسي سواء على المستوى الجماعي أو حتى على مستوى الأفراط والمهارات الفردية في بالتأكيد على الورق بنقدر نقول أن تشيلسي يمتلك أفضلية لكن أنا فيه سؤال هنا بيخص تشيلسي بيهميني جدا أن الناس طوال الوقت بتتكلم على أن تشيلسي لم يعد مرشحا لدور الأبطال بسبب المشاكل كتير حقيقة فيه مشاكل كتير حصلة في تشيلسي في فترة الأخيرة خلافاتنا بين المدرب وعدد كبير من اللاعبين صحيح بسبب استراتيجية اللاعب فيه خلاف بسبب أن عدد كبير من اللاعبين لم يجدد تعقده واحتمال كبير نشوف منهم أسماء خارج الفريق المقبل لكن في النهاية لما تصل للدور الثمانية في شامزلي كل ده بيتلاشى وبتنسى تماما اللاعب لما يكون قدامه خطوطين علشان يصل إلى قمة قرة القدم في العالم ونهاي دور الأبطال بيتناسى أي شيء فأنت في الوقت ده أنت بتشوف تسعين ديئة فقط بتشوف فيها كل الطاقة كل باور فبالتأكيد أنا بازمت أرى تشيلسي مع تخل مع هذه المجموعة من اللاعبين خاصة أن الأدوار الإقصائية لها طابع خاص تماما بعيدا عن الدوري فبالتالي يبقى تشيلسي واحد من المرشحين وسعيد كمان على مستوى اعتقاد الشخصي كان طبعا كل طرف أو كل نادي من الطب بيكون طموحها هو البريميال ليج هو دوري أبطال أوروبا وبالتالي كمان بقعد تشيلسي شوي على المنافسة للحصول على البريميال ليج فأصبح الهدف الأكبر تركيزه في تشامبيونز ده عمل مهم جدا كابتن هاني طبعا بالتأكيد ده برضو عمل مهم جدا بيخليه ركز في البطولة بشكله أكبر لأنه يقدر يعمل عملية التدوير في البريميال ليجريح لعبته ونجومه اللي هو يحتمل عليهم في الأبطال فده هيضف له أريحية أكبر فأنا بشوف أن تشيلسي في الأدوار الإقصائية والأدوار المقبلة مازال ند قوي جدا لأي خصص خاصة أنه يعني ربما الفريق الأفضل في الأدوار المقبلة في تضييج المساحات يعني هو أكتر فريق بيعرف دافع كويس بيعرف داية المساحات كويس وكونوا مش مطالب بسياسة الثلاث نقط اللي هي في البريميال ليجة أو في الدوري دي بتخليه عنده صبر أعلى فدي بتبقى هي الفلسفة اللي دايما هي سر النجاح في الأبطال يمكن جورديولا طوال الوقت بيخسر لأنه لا يمطلق صبر الآخرين فيه فجوة في الشكل اللي بيقدمه قرة قدم مسائلية بيقدمها في حين أن الناس تانية بتلعب شكل برجماتي بتبحث عن الانتصار بقية طريقة لكن هي دي فلسفة الأبطال فأظن وأعتقد أن مازال تشيلسي قادر بشدة على المقبلة طب تعالى أنا وإنتا نشوف طخل المدير الفني تشيلسي قبل لقاء بكرة اللقاء الهام في طبعا دور أبطال أوروبا أمام بطل فرنسا ليل نشوف مع حضرتكم يجب أن لا نفكر ماليا في كيف يرانا الآخرون على أننا فريق ضخم وهو المرشح للفوز بالمباراة ضليل ويجب علينا أن نتقبل أننا نمر في الوقت الراهن بمرحلة هي الأكثر صعوبة من المرحل الأخرى وعلينا تقبل ذلك وضع مباراة الثلاثاء هو كالتالي سنلعب أولا على ستات سامفورد بريج ستات شيلسي ونحن واثقون بأننا سنقدم أداء جيدة لأننا نلعب دائما بمستوى مرتفع في المباراة الإقصائية ومباراة الكأس ومباراة دور أبطال أوروبا سنجد أيضا مساندة كبيرة من جماهيرنا هذا هو الأمر المهم وعلينا أن نتقدم الخطوة بعد الأخرى سعيد واضح أنه مركز جدا وهو عنده فلسفة أن الناس بترشحني أن أنا أكون الأقوى أو أحسى على طولها لكن ده ما يهمنيش من الملعب لهم طبعا أم أعبقرة في الإعداد وهم ناس سامكواس جدا أن المباراة بتادت هنا في المؤتمر الصحفي وبتنتهي هنا أيضا في المؤتمر الصحفي فبالتالي كلام واضح جدا أنا ضد الأفضلية اللي الناس بتصورها مش بس كده لا أنا معه أننا في وضعية صعبة حاليا يعني هو بيقول لك لا إحنا إحنا حدنا بقى صعب جدا هو بيحاول يشير الدغوط من علعبته بقول أن المباراة يعني 90 دقيقة في الملعب فهو بيحاول يشير الدغوط من علعبته لكن هو مدرك تماما أنه قادر يتجاوز الليل وبقى ريحية كمان لكن دايما مهم جدا أن أنت تشير الدغوط من علعبتك وده اللي بيعمله صحيح جدا صحيح زي ما بتكلم مع حضراتك ويمكن الهدف الأكبر دلوقتي الهدف الأكبر لتشيلسي هو الحصول على دور أبطال أوروبا لأن كمان على مستوى البريميال ليج ابتعد شوية تشيلسي وبقى في المركز الثالث تعالى سعيد نشوف نتائج نسيب شوية دور الأبطال ونروح للبريميال ليج نشوف نتائج الجولة الأخيرة من البريميال ليج ومن خلالها نحلل كمان يعني طبعا ده النتائج واستهام والتعادل 1-1 أمام نيو كاسل أرسنال 2-1 أمام برينتفورد أستون فيلا والهزيمة أمام واتفورد 1-0 ليبربول طبعا والفوز 3-1 على نوريت سيتي ساوس هامتون بفوز 2-0 على أبرتون وكريستال بلس بينهزم أمام تشيلسي 1-0 بريتون بالهزيمة أمام برينتفورد 3-0 منشستر يونايتد طبعا والفوز آسد منشستر سيتي والهزيمة أمام توتنهام مفاجأة بنتيجة 3-2 ليتز يونايتد والهزيمة أمام منشستر يونايتد 4-2 وولف هامتون والفوز على ليستر سيتي 2-1 في نتائج مفاجآت بالنسبة لك بالنسبة لهذه الدولة؟ طبعا منشستر سيتي هزيمة كانت غير متوقع مش تقليلا من كونتي ولا تقليلا من توتنهام لفريق كبير جدا لكن الحالة والفترة الأخيرة بتقول أن سيتي قادر بقريحية في ملعبه أنه يحصل على ثلاث نقطات لكن في هذه المباراة كاعدت وجاردولا ارتكب أخطاء كبيرة جدا بسبب إعداده لمباراة وهو بيشوفها مهمة احنا نتكلم أنا وانت ممكن هنطلع فاصل بعد ما نخلص وننتكلم بقى بالتفصيل عن المباراة لأن المباراة كانت مباراة قوية جدا جدا وطبعا نتائج نهام كان في احتياج للفوز لعادة الثقة بشكل كبير لكن خلينا نتكلم على نجميل الكبير محمد صلاح ووصوله للهدف 150 في البرونيون ليج من خلال طبعا فوز ليبر بول على نورد سيتي شوفت المباراة زي طبعا دخول محمد صلاح بهذا الشكل السريع كان مهم جدا مش بس لي مهم ليبر بول مهم الكلوب علشان كده كلوب كان حريص منذ اللحظة الأولى لخسارة المنتخب الوطني في الكاميرون أنه يتواصل مع صلاح وأنه ما يرجعش على القاهرة يكون اليوم التالي في ليبر بول ومعاهي في الملعب زي ما شوفنا في الصور وإزاي هو بدأ يعده ويجهزه نفسيا أنا ما كانش عندي شك واحد في المئة أن صلاح هتأخر وما كانش عندي شك مش بس عشان عقلية صلاح وتطوره لا علشان كمان كلوب رجل بارع جدا في هذه المهام دايما مقولة بيرددها طول الوقت في المؤتمرات الصحفية أن الجميع يسقط لكن الضعفاء فقط لا ينهضون ثانية ومن هنا هو بيعمل على إزاي يعيدك مرة أخرى بعد الكبوات فبالتالي اشتغل بشكل كواس جدا مع صلاح شوفنا صلاح بيعود أقوى وأشرص ونفسه مفتوحة جدا جدا وصل لرقم قياسي عظيم نشوف الحفاوة الكبيرة في وقت دايئة جدا أصبح محمد صلاح مش بس بينافس لعيب البريميرليك في هذه الفترة وهذا الزمن لكنه بيناطح لعبين عظماء جدا 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 برازلين وارجنطين بساطر القرى العالمية بشكل عام فبالتالي صلاح كل يوم بيضع نفسه في مكانة أعلى بكتير جدا نتمنى استمراريته على هذا المستوى اللي إن شاء الله لنهاية الموسم اللي طبعا هيكون مهم جدا في إصراعه الفردي على جهزة أفضل لعب العالم أكيد كلنا فخورين بنجميل الكبير محمد صلاح ووصوله لهدف 150 في البريميرليك كمان على مستوى التأهيل اللي تكلم عليه سعيد دور مهم جدا 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 للمدير الفني المدير الفني مش تاكتك بس لكن جزء مهم جدا من شخصية المدربين هو إزاي يتعامل مع اللاعبين أوقات الصعبة ومحمد صلاح أكيد كان بيمر بوقت صعب بعد طبعا خسارتنا كاس أمم أفريكا ولكن سريعا وبشخصية محمد صلاح وبتأهيل النفسي ليورجون كلوب عاد صلاح أقوى من مكان وأحرز هدف أمام نورستيتي عشان يصل للهدف 150 في البريميرليك مزيد من الأهداف إن شاء الله والتوفيق لمحمد صلاح لكن كمان على المستوى الإدارة الفنية نشوف مع حضراتكم يورجون كلوب قال إيه بعد الفوز 3-1 على نورستيتي بصراحة يعني يورجون كلوب مش أستاذ في الملعب بس لكن كمان معلم وأستاذ في اللقاءات الصحفية زي ما حضراتكم شايفين إنه نتكلم على صلاح أدي إيه بشكل أكتر من رائع وا 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 لكن كمان على الجهة الأخرى ساديومانيه لأنه عارف طبعا الحساسية اللي مش هنقول لها موجودة في الملعب لكن على السوشيال ميديا وكمان مجد بشكل أكتر من رائع في ساديومانيه فسعيد يعني وانت بتتفرج على الانتروفيو بتقول لي لفت نظري طبعا جدا برعته في إنه طوال الوقت إزاي يدير هذا الصراع بين أفضل اللعبين في أفريقيا واثنين من أفضل لعبين في العالم أنا أشوك إن مع مدرب آخر كانت تنجح هذه الحالة وهذه السنائية الاتنين بيتنفسوا على أفضل لعب في قرى واحدة والحالة الشديدة ما بينهم الحساسية ما بينهم طوال الوقت إنك تدير ده أمر صعب جدا لكن كلوب بارع بشكل غير عادي وكونوا قدر يحصل على أقصى من لديهم الاتنين ويطلع منهم كل ده خلال السنوات الماضية فدي براعة شديدة جدا تدرس في إزاي أنت تدير حالة الصراع وإزاي أنت تستغل حالة التنفسية بين نجومك علشان تستفيد منهم مش تتضرر من الحالة زي مشوف ناس كتير جدا بتستسلم وتقول لك نمشي حد عشان حد لكن ده ما حصلش في ليفر بيقول طول الوقت الراجل الراهن على إنه قادر يحصل على أعلى ما في الاتنين وبالتالي نجاحه يعني نتيجة جهده الكبير طوال الفترة أكيد طبعا إحنا عندنا فاصل سريع بعد الفاصل كمان في كونتي وجارديولا وكانت مواجهة صعبة جدا ومفاجأة من مفاجأة البريمير ليج فوز توتن هام على المان سيتي 3-2 تفاصيل هذه المباراة إن شاء الله مع سعيد بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بحضراتكم وبرحب بديفن النهاردة سعيد علي نقضنا الرياضي المتميز سعيد تكلمنا على ليبر بول والفوز أعتقد فوز سهل على نورد سيتي 3-1 لكن كان في مبرأة قمة في دولة دية البريمير ليج المان سيتي وتوتن هام توتن هام بيوحي البريمير ليج من جديد بعد ما كنا قبل أسابيع قليلة جدا بلون 8 نقاط فارق للسيتي خلاص الدوري انتهى لصالح جوارديولا لكن بعد تعادم عصاو السلام ثم الهزيمة توتن هام قد مفاجأة كبيرة جدا وفي الحقيقة اللي شفناه في المؤتمر الصحفي والتقدير الكبير من كونتي ظهر عكسه في الملعب كان تقدير غير عادي لجوارديولا لكن واضح انه كان عنده ثقة كبيرة في قدرته على تجاوز سيتي وتقديم مباراة لان لما شفنا تصراحات اللاعبين واضح ان الحوافز كانت عالية جدا عند الجهاز الفني وعند اللاعبين شفنا تصراحات بعض المباراة بتقول انها هتكون نقطة تحول في مسيرة الفريق هذا الموسم فبالتالي كانوا مؤمنين بأهمية هذا الفوز لكن قدر أقول ان جوارديولا ارتكب كتير من الأخطاء في هذه المباراة لأول مرة هذا الموسم في الملعب فده أدى لتغييرات كتير جدا في الأدوار لأول مرة بتشوف او بيعيد مرة أخرى برناندو سيلفا لدور المهاجم الوهمي فودن بيرجع للوينجرايت لأول مرة من زمن طويل ممكن اخر مرة شوفت فودن في الوينجرايت كان في مباراة ليفربول الموسم الماضي فبالتالي انت اللعبة بتجيد في هذه الأدوار لكن تمرصها عليها لعبة مباراتين تلاتة امام خصم أقل بعض الشيء من توتن هام يخليها يلعب مباراة زيادة لكن انت تعمل كل هذه التغييرات فهذا التوقيت ده أدى لحالة من التراجع وفي وجهة نظر تاني تقول كونتي كان عنده تفوق على النواحل التكتيكية داخل الملعب صحيح قدر حتى من خلال رؤيته في الملعب انه تفوق على جارديولا صحيح هو الرجل قدر يدي المساحات كويس جدا ومن الاخطاء اللي ويع فيها جارديولا انك لما تواجه خصم بيلعب خمسة ثلاثة اثنين او خمسة اربعة واحد وبتواجه كونتي المعروف انه هو الدقيق قوي في تدي المساحات فبالتالي انت بتدور على اللاعب اللي بيفك التكتر اكتر فهنا كانت الحاجة اكبر الى رياض محرز رياض محرز اللاعب الوحيد في السيتي او افضل لعب السيتي اللي هو بيقدر يلعب دريبل واحد على واحد بيعرف يتجاوز المدافعين فحتى لما دخل رياض محرز في الجزء الاخير من وراه كانت قدرة وصول السيتي لمنطقة جزاء او الستة هارضة في توتنهام كانت اقوى فبالتالي انا بشوف تأدير جواردولة مذاكرته كانت اقل من كونتي كونتي كان عنده حافظ اكبر لعبية كان عنده حافظ اكبر هاريكين قدم مباراة ميسائلية بيقول ان انا سأتكلم معك عن هاريكين لان الكلام يطول على هاريكين خلينا نشوف ارقام المباراة احسائية ارقام المباراة ما بين المان سيتي وطبعا توتنهام ومن خلال الارقام ممكن نطلع ممكن نطلع طبعا توتنهام والفوز 3-2 على من سيتي الفرص طبعا اربع فرص لتوتنهام قدر يحرز من الاربعة تلات اهداف في حين المان سيتي عنده سبع فرص للتهديف احرز منها هدفين الهدف المتوقعة كانت لصالح المان سيتي 2.7 مقابل 1.3 الاستحواز اكيد يعني استحواز دايما لصالح المان سيتي بـ 72 مقابل 28 وعايز اكلمك عن نقطة دي لان الفارق كبير جدا جدا ودي الكورة الاكتف الكورة الايجابية اللي بنتكلم عليها الاستحواز او التمرات الصحية كانت 82% لتوتنهام مقابل 89% للمان سيتي بنتكلم على التصويبات توتنهام سبع تصويبات منهم خمسة ما بين القائم والعرضة منشستر سيتي 22 تصويبة ما بينهم ستة ما بين القائم والعرضة العرضيات أربعة توتنهام 37 عرضية للمان سيتي توتنهام ولا ركنية في حين في عشر ركنيات للمان سيتي بعض الأرقام وإحنا بنتكلم في إحصائيات لما تبص لها تقول لا المان سيتي هو اللي بيفوز لكن واجهة نظرك التحليلية الاستحواز اللي عد أكتر قرب على 80% وفريق مستحوه 80% ويخسر المباراة تحليلك هل خطأ على مستوى التكتيك هل خطأ على مستوى الانتشار مش مستعد بشكل كويس للكاونتر أتاك يعني رؤيتك الفناني الجدرية دي بشوف كابتن هاني من خلال الأرقام أن قدرة الستيتي واجوار دول على خلق الفرص كانت أقل بكتير جدا من الاعتياد اللي احنا متعودينه على سيتي سبع فرص ده أولال جدا لمنشستر سيتي الفريق اللي احنا متعودنا قريب من 20 أو 20 فرصة في كل المباراة فده بيقولك أن الاستحواز كان دايما بعيد عن التلت الأخير من الملعب وبعيد عن منطقة جزاء توتنهام فبالتالي قدرة على الاختراك كانت ضعيفة جدا في حين أن انت قدرة أن توتنهام يصنع عليك أربع فرص ده رقم كبير لتوتنهام لأن توتنهام فرقة مش بتهاجم كتير ولأن الفرصة عن توتنهام بتبقى فرصة هدف مؤكد لأن سيتي بيترك مساحات غير عادية في التلت الأخير وكل فرصة بتروح على مرموان بتبقى هي فعليا فرصة هدف مؤكد أربع فرص ثلاث أهداف صحيح بتبقى فرصة هدف مؤكد لأن انت بتقدر توصل بانفراط أو بنواجهها للحرس المرموان في خفز ستة يرضى فبالتالي أربع فرص تستعمل عايزة عفف عند الصورة دي رجعونا الصورة دي تانية صورة هاريكين هاريكين كمان يعني كان اعتقادي كمان كان في حاجة قالها جارديولة بعد المباراة وكان كنت بتناقش بها مع سعيد يقول لك هاريكين يعني هو جارديولة قال كل الناس كان يتعارف أن احنا مهتمين جدا وعايزين هاريكين في فترة الانتقالات الصيفية فمش عايزين يعني هو مش محتاج يبين نفسه وحبكة يبين نفسه في المباراة دي كلنا عارفين امكانيات هاريكين تعالوا مع حضرانكم نشوف جارديولة قال ايه بعد العزيمة من توتينام 3-2 هو خلاص بيقوله انسوا الموضوع دوت لأن حدث في الماضي ولكن كان هاريكين كان ليه دور كبير جدا في المباراة دي صحيح هو جارديولة حزين مرتين المرة الأولى لأن هاريكين عجبوا والمرة التانية والأهم بالنسبة له لأنه ما قدرش يحصل عن هاريكين لأنه نحن شوفنا كان عرض السيدي قوي جدا فوق 100 مليون جنيس تدليمي الصيف الماضي فبالتالي هو القطعة التي تنقص جارديولة هو النهاردة بيتطنع وظف جوندوجاني وظف ديبروين وظف فرناندو سيلفا لعيبي وسط كلهم بالنهاية بيوظفهم في أدوار مهاجر فمش قادر حقيق ومش قادر لكن في وجود مهاجر زي هاريكين من أنصاف الفرص بيسجل فبالتالي هاريكين هو الشيء الوحيد اللي هونقص من شستر السيدي هاريكين قدم مباراة مسائلية تخليك تعجز عن إدراك اللي بيحصل يعني أنت قدام مهاجم بيدافع في تلت داخل في الملعب ثم بيقوم بعملية التحول بيعمل التمرير في المفتاحية ويروح يسجل أنت مهاجم بيقوم بكل شيء في الملعب يعني حاجة غير عادية وعي في تحرك وعي في الوقوف على الكرة إمتى يقف وإمتى يهدى دي أدوار ممكن يعملها لعب نص ملعب يقدر يعمل الأدوار المزدوجة بندفاعهم تفتكر يا سعيد دي هتكون نقطة انطلاق الهاريكين عارفين طبعا في بداية الموسم كان فيه توطر وكان فيه مستوى ضعيف جدا ولم يحرز أهداف تفتكر المباراة دي بالذات هتكون نقطة انطلاق تاني الهاريكين اللي دايما كنا بنشوف خلال الثلاث سنين اللي فاتوا يعني مع صدارة الهدفين مع اللعيبة اللي بتنافس على هدفين الدوري الإنجليزي المباراة دي بالتحديد على المستوى الفني فعليا هتكون نقلة وتحول في مصار هاريكين هذا الموسم لكنه يعني من بدر شوية يعني التقرير الإنجليزية كلها بتتحدث على إنه أصبح سعيد مع كونتي لأنه شايف مشروع شايف فيه شغل بيحصل يمكن التقرير قالت كمان إن هاريكين بدأ يفكر منه يمدد تواجده مع توتنهام بشروط ما إن إدارة توتنهام تستجيب لمطالب كونتي وده بيقول لك إن هاريكين مبسوط مع الراجل شايف إنه فيه تطور بيحصل فبالتالي نشوف إن هاريكين قادر إنه يعود من جديد لكن هل السيتي هيستسلم الصيف الجاي خاصة إن السيتي ربما إذا خصل البطولات مثلا أعتقد إنه مش هيدخل الصيف المقبل هادئ هيكون هيسعى لصفقة قوية جدا بنشوف هالند إصراع أقوى ما بين ريال مدريد وما بين برشروط أعتقد أنه سيبقى صعب يطور في الدولة الإنجليزية فأعتقد إن هاريكين لسه هكون عليه خناقة تانية في الصيف الجاي طبعا من خلال المؤتمر الصحفي جردولا أشاد بشكل كبير جدا جدا بتوتنهام وقال إنه توتنهام فريق كبير وكمان يقوده على النواحي الفنية مدير فني عظيم أنتونيو كونتي مدير الفني قال إيه بعد المؤتمر الصحفي والفوز الكبير والمهم جدا لتوتنهام على المان سيتي نشوف مع حضراتكم أنتونيو كونتي مدير فني أكثر من رائع على مستوى الفنيات لكن كمان أنا شايف على مستوى بيقول الجرينتا بالإيطالي على مستوى الروح على مستوى القوة البلدانية والقوة والرجولة في الأداة والروح العالية اللي ممكن جدا بينقيلها المدير الفني اللي لعبته دخل الملعب صحيح أنا بشوف كونتي نقطة قويته الأساسية بترتكز على شخصيته شخصيته اللي احنا نقدر نشوفها في فترة تفاوض توتنهام ومن قبله منشستر نايتد قبل ما نضام توتنهام بأسابيع قليلة جدا لما وضع شروط واضحة جدا يونيتد أنه محدش يتدخل في إبرام الصفقات مين هيمشي مين هيجي دي بتاعتي أنا فقط وده بيقولك أن ده شخصية قوية جدا بيقدر يفرض سيطرته في المكان اللي هو موجود فيه وبالتالي ده بيانعكس على اللعبين ونعكس على هاركين اللي شوفت قال إيه بعد كده فده بيقولك أن الناس بتؤمن بأفكاره بمشروعه وبالتالي بتبقى قادرة زي ما أنت قلت كابتن هاني تخرج كل ما الذي هنا بتظهر الروح بتظهر الشخصية بتظهر القوة لأنك مؤمن كواس جدا جدا أن اللي بيقوله الراجل ده أو اللي بيديرك هو الصواب الكامل فبالتالي بتبزل بدون أي تفكير بخلاف اللي بيحصل في أماكن تانية فإن ذا كان يزم صحيح وانت على سبيل المثال هو كان طبعا بطل النسخة الماضية من الدوري الإيطالي وكان نقطة الخلاف اللي أنت بتقول عليها يعني الانتر الانتر كان بيقوله لا إحنا لازم نمشي كذا ونجيب كذا وهو كان عنده يعني زي ما أنت بتقول عنده صرامة كبيرة جدا في عملية انتقال اللاعبين واختيار اللاعبين وبالتالي كان سبب واضح لرحيله عن الانتر صحيح كابتن وعيز أقول لحضرتك أن دي النقطة يعني هي دي سر سوء وتراجع منشستر نايتد يعني الناس كلها بتسأل هو منشستر نايتد عنده نجوم كتير لكن ليه مش قادر يقف وجاب مدربين كويسين لكن ليه مش قادر يقف لأن أنت طوال الوقت أمام إدارة بتقبر مصفقات وتقبر مدير فن ونشتغل معها وعلى ما يشتغل معها يكون ميشي فهي يجي وضع فن جديد فبالتالي من المهم أن يكون فيه شراكة في وضع الاستراتيجيات ما بين مدير فني أنت مؤمن بمشهور وإدارة تخطيط وبالتالي بتقدر تصبر على هذه المجموعة ولكن أنت بتجيب سانشو هل سانشو يناسب أسلوب سولشاير أو يناسب أسلوب مين بوكبا يناسب المان يونايتد يا سعيد هنتكلم عليه وبالتفصيل لأنه واضح أننا عندك كلام خطير على المان يونايتد لكن هنطلع فاصل سريع ونرجع كمال للمان يونايتد وزي ما قال سعيد ليه المان يونايتد هلاء النجوم الكبار جدا على مستوى الفني على المستوى البدني مش قادرين لغاية دلوقتي ينفسوا على الحصول على البريمير ليج ده هنعرفه من سعيد بعد الفاصل أهلا بحضراتك مرة تانية سعيد برحب بيك مرة تانية وكنا قبل الفاصل بنتكلم على المان يونايتد وانت بتقول إزاي تجميع هذه الكوكبة من النجوم على مستوى عالي جدا ولسه المان يونايتد مش مرشح حتى للوصول لحتى المركز التكاني في البريمير ليج صحيح شايف على مستوى الإدارة الدنيا بتبقى ماشي إزاي إيه الاختلاب ما بين وما بين زي ما انت قلت بنتكلم على مدير فني جديد مدير فني ألماني رالف رانكنج وبنتكلم على كونتي انت شايف المقارنة إزاي الفرق إزاي أنا بشوفي الفوارق الإدارية في إنجلترا واضحة جدا بالنسبة لي يعني لما فيه رقم مهم جدا تقدر تبني عليه منشستر ونويتد هو النادي الأخصر انفاقا في آخر عشر سنوات وده رقم عجيب جدا نادي لا يحصل عليها بطولات وهو أخصر انفاقا من الجميع وده بيرد على التساوي اللي بيقولك أنه غاردولا بتصنعه الأموال يعني غاردولا بيصرف أقل من يونيتد وبيحقق بطولات وأرقام قياسية خرافية مش بس على مستر بريمير اللي جي يمكن في الإسبوع ده منشستر سيتي هو أسرع فريق في تاريخ الأبطال يسجل ميتين هدف ودرقهم عظيم جدا بيقولك إزاي الناس دي شغاله فهنا بنشوف أن منشستر يونيتد بيصرف في اتجاه غلط بمعنى أن الإدارة هي المتحكمة في انتقاء اللاعبين بخلاف كل النماذج اللي قدامنا سواء ليفربول الكلوب هو الرجل الأول من البداية صحيح في فريق تخطيط بيشتغل في فريق كشافة بيشتغل في فريق محللين بيشتغل لكن في النهاية المدرب بيقولك أنا محتاج المواصفات دي لأن التاكتك بتاعي قايم على الفكرة دي فبالتالي أنت بتنفذ البلان أو الستراتيجي اللي هو حطه إنما في منشستر في إدارة يونيتد الأمور المختلفة تماما أنت بتختار السوبرستار أنت بتتكلم على اختيار اللاعبين في المان يونيتد تعاول إلى الإدارة ولكن في الأندية الأخرى على أصال ليفربول على المدرين ليفربول منشستر سيتي فيه رجل نحن بنعمل بمشروع بيحط البلان والستراتيجي بنشتغل معاه على الصدقات والإحتاجات وبالتالي بيبقى فيه توافق إنما في يونيتد بيبتم اللجوء أكتر إلى السوبرستار النجم البراند التسويقي ده أمر له علاقة أكتر بالأمور التسويقية فبالتالي أنت بتدور على الاسم لكن مش بتدور على التاكتك مفترض أن يكون فيه مدير فني من بدري قوي أنت بتتصغ فيه علشان كده إحنا ما بنشوفش بعد مورينيو مدير فني اسم كبير يفرد نفسه يفرد شخصيته يفرد أسلوبه بنشوف إدارة يونيتد دايمن بتميل إلى أسماء تقدر توظفها تذمعيلي في الإعداد بيقولولي أن يمكن وصل الرقم لمليار باوند صحيح مليار 75 مليون ده رقم كبير جدا جدا وما خدش أي بطولة ده صعب جدا صحيح لأنك زي ما بقولك أنت بتفرد على المدربين بتنطقي شخصيات مش قوية علشان كده انت بتشوف غرفة اللاعبين دايما في منشاستة رونالدو عايز أصل فلان مش رودي اللعيب عايز المدرب الفلاني فده بالتالي رايق رالف غير قادر على إدارة المان يونيتد في الظروف ديت وأنت مع فعلا مقولة رونالدو أنه هو هذا الرجل لا يستطيع قيادة فريق بحجم المان يونيتد أي حد ما يقدرش يقود يونيتد في الظروف دي أي حد يعني أي حد في الوقت ده مهما كان مش هيقدر يعمل حاجة محتاج وقت وأنا بشوف أن أكبر خطيئة عملها هو عاودة رونالدو لونيتد كانت غلط بالأساس ليه لأن رونالدو متشابه في الأدوار مع نجم المشروع اللي بيقوم حوالي المشروع برونو فرناندس اللاعب اللي المفترض أنت بيتقربه للمرمى وبتبني عليه كل حاجة فبالتالي أنت بتجيب له رونالدو اللي هو هيتمحور عليه الأداء فأنت هتخسر يا برونو يا رونالدو برونو محتاج مهاجم جنبه بأدوار بنزيمة لعب يجري كتير بيفرغ مساحات كتير بيقوم بالأدوار البدنية اللي كان بيعملها كويس جدا مع رونالدو في جانا مدريب رونالدو أيضا أنا فكرة كفاني كان بيقدر يقول كفاني لما كان في صحيته لما كان فيه التطاقة القوى البدنية كفاني يعني واحد من أعظم الناس اللي بيتم الاستخدام في حلقاتكم فهنا بنشوف ان الابتشابه في الأدوار مابين برونو فورناندز وكرستانون والدو أدار كتير جدا وانت أمام اسمين ما ينفعش حد يوعد منهم بديل نفس المعضلة اللي وجه جريزمان مع ميسي في بدايته كيبوتينيو مع ميسي في بدايته فبالتالي انت لما بتيت تختار عنصر انت اخترت عشان تبيعت شرطات عشان تحقق أرباح عشان تعمل اعلانات ولا علشان انت بتبني مشروع خططي عشان فريق نافس على البطولة انا بشوف هنا الاهتمام في حجم الاستثمار في الاموال اكبر من التركيز على البطولات وانا بشوف البطولات هي جز مهم جدا 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 من استثمارك في الاموال ما يبقاش النظرة تحت جديد على مستوى الاستثمار كمان اعتقد ان المان سيتي حقق كمان استثمارات اكتر وعائد وارباح اكتر من المان يونايتد بقدوم صحيح ودي الاول مرة في التاريخ زي طبعا منصف طبعا معادي معنا ما شاء الله شاطر طب يقول لي على مستوى على مستوى التاريخ ان اول مرة المان سيتي يتفوق على استثمارات المان يونايتد طيب عايز اتكلم معك في المباراة كانت مغرامة جدا جدا للمان يونايتد امام فريق عنيد زي ليدز وفوز في رأي فوز مستحق طبعا اربعة اتنين امام ليدز في الحقيقة ليدز دايما حالة يعني تخليك يعني متعاطف معا متعاطف معا ان انت امام رجل عظيم جدا فيلسوف من الفلسفة هذا العصر مصمم انه يخود معارك هو مش قدها يعني هو انت عامل امر اشبه بان انت داخل حارة او شارع بمجموعة اطفال صغيرة وعايز تناطح يعني عملك فبالتالي طوال الوقت اصرار بيلسا على انه يطبق فلسفة الكرة الشاملة والضغط العالي والاستحواز والتدوير امام خصوم على المستوى الفردي اقوى منك بكتير جدا جدا دي بتكلفه الكثير بصراحة بيلسا لا يستحق هذا الترتيب لا يستحق هذا المكان الرجل طوال الوقت حتى هو بيخسر قادر يمتعك قادر يقدم كرة جميلة اخر بهدفين يرجع في وقت في لئتين يسجل التعادل وكان قادر كمان انه يحرص التقدم بشوف ليدز فريق ممتع جدا جدا لكنه بيسيب مساحات تجعل اي فريق طوال الوقت قادر انه يتجاوز وانا بشوف مباراته اللي جاية مع ليفربول ايضا يعني الامور هتزداد قصوى لان ليفربول بيعيش طفرة وبيعيش حالة غير عادية فبالتالي لان ما شوف انها مباراتكم برضو في المتناول ليفربول مباراتكم بيقيد صلاح انه يوسع الفجوة في صراع الهدفين ان شاء الله وتقربوا اكتر من العشرين كانت مبارات طبعا مهمة جدا جدا للمان يونيتد وفوز مهمة جدا على ليتز باربعة اهداف مقابل هدفين رالف فرانكل طبعا المدير الفني كانت كمان بالنسبة له مباراته مهمة جدا في التوقيت دوت في بعض الانتقادات في بعض المشاكل وياكن جاءت المبارات وجاء الفوز اربعة اتنين على ليتز يونيتد يعني زي ما بيقولوا كده يعني في وقتها طبعا رالف المدير الفني الالماني اللي المان يونيتد قال ايه في المؤتمر الصحفي نشوف مع حضرتكم عايزة اسمعت عليها بيتعامل الراجل بزكاة جدا بشكل لحظي مع الحالة الحصلة بيقول المهم المرحلة دي نحنا نخرج منها بيقول الخسائر ويشوف فعلا ان هو قدر يعمل ده يكونوا يتواجد في المربع الزاه برغم كل هذه التخبطات هو بيحاول ينكر الحالة اللي موجودة ببرافة اللاعبين اللي كان هي حقيقية فيه شبه اجماع أو حالة اجماع على ان فعلا فيه خلاف عن مين بيقود الفريق ملجوير مأثر مش مأثر ونالده أحق بالقيادة ولا مش أحق فبالتالي هو الراجل قادر يعبر بشكل مرحلي في ظل المعطيات اللي حواليه هاي المرحلة دي محتاجة كده انت تعامل مع مباراة ما تنظرش بشكل مشاكل بعيد متركز على المشاكل اللي بتتقال صحيح ومتركز على المشاكل اللي بتتقال وفي النهاية اذا استطاع حضر راجل انتواجد في المربع الزاهبي انا بشوفه انجاز كبير جدا لا يقل عن ان غيره يحصل على بقب يعني بالمعطيات بتاعته صحيح صحيح انت بوجود معاك وبالحديث معاك دائما شكرا شكرا جزيلا لسه عندنا فقرة مهمة جدا بعد الفاصل مع الناقد المتميز محمد الباز هنتكلم بالتحليل بالصورة وبالارقام عن ليفر بول ازاي ليفر بول ويورجون كلوب بيعد من افضل الفرق على المستوى الهجومي هنشوف كمان تحليل رقمي ما بين اتنين لعبين كبار جدا هيكونوا نجوم المركات والصيفي على مستوى العالم نتكلم على هلا نتكلم على انتفيه والمقارنة ما بينهم فقرة مميزة جدا جدا استنونا بعد الفاصل اهلا بحضراتكم وفي اخر فقراتنا النهاردة في المحترف فقرة مم جدا ممتعة ان شاء الله تستمتعوا بيها وزي ما بقول لحضراتكم كل الناس وكل العالم بيتكلم على ليفر بول على الشكل الهجومي على التاكتيك على التحرقات على 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 حاجات كتيرة جدا جدا بيقوم بها يورجون كلوب مع ليفر بول مش السنة دي من خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا معنا طبعا النقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية محمد الباز هيشرح لنا ازاي ده بيحصل وايه اللي بيعمله يورجون كلوب عشان يكون من افضل الفرق على مستوى العالم محمد برحب بيك اهلا سهلا نهلا محددة كابتن هاني قول لي بقى قول لي بقى طبعا كلنا متابعين طبعا محمد صلاح واداءه الرائع مع ليفر بول ولكن نتكلم ليفر بول دايما يقول اداء جماعي على مستوى الجماعة بالرغم وجود نجوم كبار زي محمد صلاح ساد يومانيه لكن نتكلم دايما على الاداء الجماعي قولنا اللي بيميز يورجون كلوب خاصة على مستوى الخط الهجوم بكل تأكيد هو يورجون كلوب مع القوة الهجومية اللي خلقها مع ليفر بول والتطور القوة الهجومية فيه على مدار السنين الاخيرة عمل حالة مختلفة لليفر بول الكل بتساءل ايه القوة الهجومية دايه ايه اللي بيعمله يورجون كلوب مع الكتيبة النارية بكيادة طبعا محمد صلاح وساد يومانيه وفرمينو وكل النجوم دوت اهم ما يميز او ما ينجح او العناصر المساهمة في تحقيق نجاح القوة الهجومية اللي بر بول دوت بيشتغلوا على تلات حاجات يا كابتن هاني تلات حاجات اساسية الحاجة الاولى هي تثبيت المدافعين تثبيت المدافعين ميكانيزم جديد وجدوا حلول مع يورجون كلوب ده معتمد على التحرك بدون كرة من المهاجمين سواء كان جوتا وصلاح والديناميكية الديناميكس الموفمينت أوف بول من غير كورة ما بينهم كلهم والزيادة اللي بيتحصل مع الظاهير الايمن أو الظاهير الايصر سواء كان مع ناحية ارنولد أو روبنسون بيعملوا دينماكية بشكل عالي جدا بيثبتوا بها المدافعين يا كابتن هاني رقم واحد رقم اتنين سحب المدافع ووضعه في موقف حارق جدا مش عارف هو يمسك مين ولا مين وده كله بيعتمد على التنب والسرعة بتاعة المهاجمين الكتيبة النري اللي احنا بنتكلم عليها صحيح صحيح يعني كمان وانت بتتكلم طبعا فيه احصائية نازلة تزداد بالمباراة 19 ده المتوسط 19 تزديدة في المباراة بتتكلم على رقميات في المباراة بتوصل لتمانية بتتكلم على شباك نظيبة 13 اهداف وصلت ل27 بالرجل اليمنى بتتكلم على 28 طبعا هدف بالرجل اليسرى مباراة طبعا 25 والاهداف 64 ده نسبة اكتر من 2 و 5 من 10 اقوى خط هجوم في هذا السيزن في البرايمر ليج هو ليفربول 64 هدف صناعة الفرص الكبرى المحققة 99 منها فرص ضائعة 49 تقريبا 50% من الفرص المحققة ضائعة وده كله بالسبب التلت عوامل اللي احنا بنتكلم عليهم ونشرحهم بالحالات تعالى ناخد يعني ناخد انت بتتكلم على تلت خواعد كبيرة جدا بيشتغل على يوجن تلوب تعالى ناخد قاعدة قاعدة ونشرحها كمان بالصورة للسادة المشاهدين كلتا اكيد اول قاعدة زي ما نكتلم هي ازاي بيسبتوا المدفعين تثبيت المدفعين دوت بيتم من خلال يعني احنا لو نقدر نبص مع بعض ازاي هما بيسبتوا المدفعين هنا ده من خلال الديناميكية الشغل الديناميكي اللي بيشتغل ما بين صلاح وجوته والتحرك ببتاحه هنا فيرمينو يا كابتن معاك كورا في حالة ان صلاح بس مع تحرك وفي الفيمتو الساكن ده وتسحب معاك اثنين من المدفعين ده مانشستر يونيتد اللي حصل هنا جوتا تحرك بخطوات بسيطة للامام فرض مساحة لجوتا في الصورة التانية هتوضح لنا خلينا نرجع للصورة اللي فاتت علشان كمان في نقطة هكلمك عليها سريعا هو كمان لا مركزية اللا مركزية بتتكلم على جوتا في الموقف الطبيعي انه هو بيلعب طرف شمال فيرمينيو بيلعب راس حربة ومحمد صلاح بيلعب وينجيمين لكن زي ما بنتكلم دايما ان محمد صلاح بيخش لجوه خروج فيرمينيو في الجزئية دي ودخول محمد صلاح ودخول طبعا دياجو جوتا في داخل الملعب علشان يعمل المسلس اللي راسه فيرمينيو ده النقطة هتتكلم عليها بنتكلم ان هو هل هيخش جوه مع دياجو جوتا ولو دخل لجوه حيفضي مساحة لصبعا ريبرتسون روبينس بالزبط ونفس الكلام نابي كايتا بالزبط نابي كايتا وبيبقى سعاد أرنولد كمان منطلق في دياجو مهم جدا جدا عشان الناس تفهم يعني ايه تثبيت المدافعين انك بتثبت السردباكين لازم يكون فيه واحد داخل محمد صلاح داخل لجوه دياجو جوتا داخل لجوه وفيرميني هو اللي بيقوم دلوقتي بصناعة الهدف بشكل أو بآخر بكل تأكيد الصورة التانية بتبقى لنا لما استلم جوتا هنا في الديناميكية اللي حصلت لما وزام حدثك قلت بالزبط تحرك محمد صلاح لجوه ادى المساحة هنا لجوتا بقى عنده خلاص خلقوا مساحات وكبيرة جدا هنا روبينس في ناحية الشمال او نابي كايتا في ناحية اليمين فعنده اكتر من حلول اكتر من حل او اكتر من خيار ان هو يقدر ان هو يباصي لكايتا يقدر ان هو يباصي لروبنسون ويخلق هجمة يعني محققة طبعا تمت ترجمتها بهدف في هذا اللقاء صحيح ده اهم عنصر بنتكلم عليه هو تثبيت المدافعين عن طريق الديناميكية والتحرك ما بين الصورة دي محمد الصورة التانية هنا بنتكلم عليها مع تثبيت المدافعين بيخلقوا زيادة العددية وسحب المدافع هنا في نفس الصورة دي عندنا الروبنسون في تحرك ميلنر عشان بس برضو نوضح ميلنر ده بيلعب فين ميلنر بيلعب وسط ملعب فان هو يكون موجود في الصورة دي وان هو يرجع بالشكل دوت التحرك دوت فعمل ارتباك لمدافعين مانشستر يونايتد فبالتالي عندنا ليندلوفر هنا مش عارف هو ييجي مع ميلنر طب ما هنا جوتا هيسيب له المساحة دي النقطة اللي بتتكلم عليها وفي حالة طبعا ليندلوف لو ضغط بشكل كويس على ميلنر هيخلق مساحة كمان لجوتا ان هو يتحرك من وراها ولو راح مع ديكو جوتا فأكيد ميلنر هياخد مساحة فاضي فدي جزء اللي تتكلم عليها جزء مهم جدا ان اللا مركزية في الأداء اللجومي وزي احنا ما شايفين محمد صلاح كمان داخل لجوة وفيه كسافة عددية ودي نقطة مهمة جزء زيادة عددية جوتا وميلنر أصبحوا دلوقتي في حالة اتنين على واحد موقف اتنين على واحد على ليندلوفر مش عارف هو يعمل ايه بالتالي برضو هنا لو بصينا حنلاقي المدافع منشستر ناتع تعتقد مجوير ومجوير خلاص يعني هو مش عارف برضو هو اوتو موزيشن هو يطلع برا مركزه وبالتالي بيكون في عملية خلل في الخطوط الدفاعية دي الديناميكية ده الميكانيزم اللي وصله يورجون كلوب مع الكتيبة كلها البشاري فيها بشكل الديناميكي حتى سوى كان ارنولد من ناحية اليمين او هنا روبنزن من ناحية الشمال مع التحرك الداخلي او الخارجي السادي ومانيه مع صلاح بيعملوا ارتباك للمدافعين مهم جدا ان تتكلم عليه كمان كل ده بيتم برتم سريع وده الرتم والتمبو اللي كنت تتكلم عليه عشان برضو بعض الناس بتقول يعني ايه تمبو فاحنا بنشرح ان التمبو ده السرعة في الاداء يعني السرعة في الاداء مهم جدا 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 طب الصورة دي بتقول ايه محمد الصورة دي نفس الكلام هنا عمل عمل ايه عمل دلوقتي حرك الكورة دلوقتي مع فرمينو نفس الكلام عندي هنا تاني اختراق من محمد صلاح محمد صلاح احنا زي ما احنا عارفين محمد صلاح طبعا بلعب جناح يمين افلوينج اليمين محمد صلاح دخل لجوه قطع كل دوت فضرب السلسلة الدفاعية لفريق منشستر يونايتد بالتالي خلق هنا مساحة لكايتا فبالتالي بدأنا في مشهد زيادة عددية في تسبيت للمدفعين هنا برضو ماجوير مش عارف يعمل ايه والناحية التانية خالص المكان كان مساحة واسعة لأرنل لأرنلد ان هو يقدر يزيد ويبقى فيه هجمة طبعا يعني طبعا الشكل باين جدا وانت بتتكلم في نقطة مهمة كمان عملية الرتم عملية السرعة والاداء ده شيء مهم جدا وده شفنا كابتناني في المباراة الاخيرة امام نورش سيتي الهدف التاني المقصية لساديو مانيق كان نفس الشكل كان بدأ برضو من طبعا من قلب الدفاع بصى الكورة يعني كان فيها برضو تحرك هو التحرك واضح جدا ولكن حتى انت لو حافظ التحرك مع ديناميكية ديناميكية بزبط صعب جدا ده اعتقد حيبقى الجزء مهم جدا انت جبت سيرة المباراة اللي فاتت وكان محمد صلاح صاحب المية وخمسين هدف قدام حضراتكو ده دي ازاي محمد صلاح احرز الاهداف مع ليفر بول بتتكلم على مية وخمسين هدف في البريمير ليج من الملاحظ جدا وده علشان الجزء اللي جاي فيه احنا عندنا مقارنة ما بين انفا بي وما بين هلن انت بتتكلم محمد صلاح زي ما حضراتكو شافين مية وخمسين هدف تقريبا بتتكلم على خمسة وتسعين في المية من داخل التمنتاشر محمد صلاح البوزيشن بتاعه بيلعب رايت وينج لكن بالاداء والستراتيجي بتاع يورجن كلوم دايما بنشوف محمد صلاح جوة التمنتاشر قريب من التمنتاشر في يعني لو عدينا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اهداف برة التمنتاشر وعندك اهداف كتيرة 140 هدف من داخل التمنتاشر فده طبعا شيء يحسب للتكتك اللي انت كنت بتتكلم عليه طيب انت عندك كمان مقارنة كبيرة جدا ما بين اثنين نجوم كبار جدا على مستوى حتى المركات الصيف اللي جاي بنتكلم على هلن وابنتكلم على انبابي اقوى خط هجوم او اقوى مهاجمين او اثنين مهاجمين في الوقت الحالي طيب انت جبتنا حاجات مهمة جدا برضو شحولنا سريعا مع سادة المشاهدين طيب احنا عايزين نوضح هنا في المقارنة ان انبابي بيلعب في اكتر من مركز طيب بيقدر يعتمد عليه المدرب في اكتر من مركز طبعا بوشتينو مع بارس نجماه فوقات بيلعب تنص ملعب مهاجم ناحية الشمال اللو دا مالعبهاش الا مرة واحدة في مباراة واحدة بيلعب مهاجم صريح بستاشر مباراة لعب مهاجم وهمي واحد وعشرين مباراة لعب مهاجم وهمي ناحية الشمال واحد و二十ين مباراة وناحية لمين في المبارتين اقوى ليه احنا جايبين البوزيشن كلها علشان نشوف الفعالية بتاعته في كل بوزيشن اقوى فعالية كانت بالنسبة لامبابي هنا لما شفناها من ناحية الشمال وحنشوفها في الهتمب لعب 21 مباراة أحرز 19 هدف من الـ 21 مباراة XG عالي جدا في نسبة تحقيق الأهداف صناعة الأهداف برضو 8 ساهم في تمريرات 848 تمريرة وتسديد على المرمى انطرجة 84 فعالية قوة جدا لما بيلعب فيه كمهاجم وهمي ناحية الشمال ناحية اليمين ما شاركش بشكل كبير جدا يعني الأكتابة يعني هو قوته بيكون مهاجم وهمي ناحية الشمال وبالتالي لأنه ساعات بيخش على جوة بيستخدم الرجلي المين أفضل من رجلي الشمال صحيح طيب السرعة اللي بعد كده وفي جدول تاني على العكس مع هالند هالند برضو بنعرض هالند ده طبعا الهتمب الأول لإمبابيه ووجوده ومن ناحية الشمال زي ما قلنا بالأرقام ان القوة والفعالية بتاعته بتيجي ناحية الشمال واضح جدا واضح جدا ساحات والسرعات صحيح ناحية اليمين أقل كتير جدا وكمان خلينا نتكلم حتى جوة 18 بيكون ناحية الشمال ناحية دايما وحتى الهدف الرائع اللي جابه أمام ريال مدريد في الشاملز ليج كان من الناحة دي طيب نروح لهاالند سريعا نشوف هالند نفس الكلام هالند بيعتمد عليه الكوتش في أكتر من مكان كمهاجم صريح مهاجم ناحية الشمال أو ناحية اليمين أيضا في الثلاث بوزيشنز أهمهم هو المهاجم صريح هو بوكس تارجت وده الفرق ما بينه ما بين إمبابي مهاجم صريح هنا عقلها في 16 مورا أحرص 19 هدف يعني أوفر أكسيد طبعا الـ XG عنده عالي جدا صناعة الأهداف بيساهم شكل كبير جدا سبع أهداف عدد مرات 232 30 بيسدد على المرمى ومتارجت 72 قوته كمهاجم صريح جوه البوكس وده المقارنة في كل بوزيشنز نعرف قوة اللاعب فين وفعليته نتكلم على إمبابي إمبابي على الجانب الأيسر الشمال لكن دي طبعا الهيتماب بتاعت هالند بتوضح لنا هو لاعب بوكس لعب تارجت وده البوزيشنز ورعتنا لما لاعب في أكتر من مكان قوة وفعليته بتكون فين في تحقيق الهداف محمد طبعا رؤية أكتر من رائعة وإن شاء الله يعني حنبقى سادة مشاهدين نستمتع بالتحليلات الفنية من خلال الأرقام من خلال يعني الصور من خلال طبعا أداء فني لفرق كبيرة جدا محمد الباز بنشكورك شكرا لزيلا نورتنا وشرفتنا شكرا لزيلا دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة إن شاء الله بإذن الله لنا لقاء مع حضراتك كالمعتاد يوم الخميس ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف اشتركوا في القناة